بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرئيس الصيني يزور السعودية طبعا ده انقلاب كبير جدا في العلاقات السعودية الامريكية بايدن لما زال السعودية كان خايف من امور زي كده ولكن يبقى الموضوع كله برضو في يعني في اطار المؤامرة يعني الوقت سلمان وابنه ممكن ان هما ينقلبوا على الصين في اي لحظة وممكن ينقلبوا على الامريكان في اي لحظة هو يستطيع سلمان وابنه ان هما ينقلبوا على الامريكان لصالح الصين وكده اقول لك ممكن يعملوها ولا يبالوا وممكن يغضروا كمان بالاتراك ان استطاعوا فلذلك الامريكان هيعملوا بشكل جدي على ان هما يحجموا سلمان وابنه وما قدمهمش حل تاني غير الاتراك والاتراك فقط وحصريا ازاي الكلام ده خليك معايا وركز وما تنمشي مني عشان اقول لك الحكاية والحكاية مهمة جدا على فكرة اقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا عايز اقول لك شيء مهم جدا بالنسبة للعلاقات الامريكية العربية العلاقات دي هي علاقة ابتزاز ونصب واحتيال وسرقة ونهب مش اكتر من كده ما تسمعش للجماعة اللي هما بيقول لك احنا مش عارفه والاعلام اللي هو بيطلع يتكلم معك بشكل دبلوماسي لا كل شيء واللي بيحصل في الغرف المظلمة والحقيقة شيء تاني خالص في الحقيقة الامور كلها ابتزاز والسعودية انتنهبت وترامب نهب ابن سلمان والدنيا خربت قبل ايه قبل الصراع العالمي ما يصل الى هذا الحد وده السر ان هما ورطوه في مقتل جمال خشقجي عشان كل شوية يحتاج لهم ويقول له طب اشتري اسهم هنا طب روح اعمل مش عارف ايه هنا الكلام اللي انا كنت بقوله لك استنتاجا ظهر من حوالي سنة او سنتين تقريبا لما كوشنر خدوه للقضاء وقالوا له انت ايه هي خبراتك الاستثمارية عشان صندوق الاستثمار السعودي يحط عندك اتنين مليار في شركة لسه ناشئة ناشئة حديثة وكده ومدخلينه في محاكم وفي مشاكل يعني هي عايزين يقولوله دل حطوا عندك الفلوس تحت الضغط وتحت التهديد وتحت الابتزاز وده كلام حقيقي انا بس حبيت اضرب لكم المثال ده عشان انت تبقى عارف ان علاقة الامريكان بالمنطقة علاقة سرقة وسرقة مش معقولة فهمني ازاي يعني مثلا مش هما بيسرقوا مثلا النصف ويددولك النصف او حتى بيسرقوا 80% ويددولك 20% او حتى بيسرقوا كل حاجة بس بيكفوك لا بيسرقوا كل حاجة وبيخلك تستدين كمان وبيغرقوك غرأ سودة جاية للامام وبيكتفوك تكتيفة يعني ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى الوقتي اللي حاصل ان امريكا والغرب محتاجين منطقة الخليج والوقتي منطقة الخليج يعني بتختار يعني اساليب الابتزاز الاولانية وتخويف الحكام بالانقلاب وتخويف الحكام بالقتل والاغتيال الموضوع ده اعتقد ان هو بقى فيه صعوبة جمدة لانهما لو عملوا عمليات اغتيال ممكن تحصل هوجة اجتماعية جوا وممكن ايران تعمل غزو وممكن الاجانب اللي في الامارات وعددهم تسع مليون ولا كده يعني مش قليلين يعني هو الشعب الاماراتي كله على بعضي مليون والاجانب اللي جايين من بره تسعة فكارثة ديمغرافية عملوا هولاد زايد والناس مش جارية بحاجة ودول الكثير منهم هنود وفيه منهم صينيين وفيه منهم روس وفيه منهم يعني هكذا وهكذا وفيه منهم مخلطين عمال كلا وانا كلمتكم عن الكنيسة الخمسينية من الاول اللي كانت بتدير العمالة في الخليج تقريبا يعني العمالة في الخليج باختصار يعني قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في وجه الامريكان اللي هما كانوا بيخططوها من الاول ما هو النظام لما بيجي يحصل تغيير ديمغرافي في الداخل اللي بيحصل ايه اللي جاي في الداخل ده جاي عايز مصلحة المصلحة ده هتحقق قالوا امريكا يبقى مع امريكا هتحقق قالوا الصين يبقى مع الصين يعني هنا او هنا يعني هيصني تبقى سيدي فالخلاصة ان امريكا ما عادتش تسيطر بقدرة الابتزاز القديم وبالتالي الوقت امريكا بتعاني من كارثة من اتنين او منهم هما الاتنين الكارثة الاولى ان ايران تمتلك القنبلة النووية وتركع الخليج وبعد ذلك ابو الابطال هيبقى البترول الخليجي والايراني والروسي ولسه كمان البترول الفنزويلي والليبي هيبقى كل ده تحت سيطرة روسيا والصين ابو الابطال يعني لو قالوا الصبح ان برميل البترول بمبلغ جنوني مثلا زي 1000 دولار الغرب مش يقدر يعمل اي حاجة هيقضي مع الحرب الحرب مش هتنفع والحرب هتخرب الدنيا فوق دماغه اكتر هتضطر امريكا تطلع من مخزون السروة اللي عندها اللي هي نهبها من قبل بس ده هيسعيدها يوم اتنين شهر اتنين سنة اتنين لكن هيخلص لو ما تعدلتش هيخلص طيب يبقى امريكا مش هتسمح بقنبلة نووية ايرانية تحت اي بند ولو اضطروا ان هم يعملوا حرب مباشرة ويجبوا لهم بقى جنود من السودان وجنود من مصر وطبعا لما امريكا تحب تعمل حرب زي كده هتبدأ بقى تسخن المشايخ وهيبدأوا يسخن المشايخ على المجوس الفرس وعلى فكرة طول التاريخ والغرب بيسخن المجوس الفرس على اهل السنة الوقتي ان ده حصل هتبقى اول مرة في التاريخ ان الامريكان والغرب يسخنوا اهل السنة على المجوس الفرس وهيعلنوا الجهاد على المجوس الفرس وايران مش هتقدر تتحمل هذا ولا ذاك ولا تلك لانه هيبقى عندها من وراء باكستان ومن النحية دي ازربيجان والخليج مش هيقدر يعمل حاجة كتيرة لكن هيروح لجنود بالملايين بمعنى الكلمة خد بقى من عندك كده من المغرب وموروتانيا والجزائر والتونس وليبيا ومصر والسودان والصومال كل الدول الاسلامية هتبعت جنود بالملايين بدون شكل حاجة زي كده فامريكا لو رسيت الحرب زي كده امريكا هتعملها وبالتالي هتيجي رسيا والصين مش عايزين الموضوع يصل الى هذه الدرجة ولا الى هذه المرحلة فهيقول لك خلاص بلاها القنبلة النووية الايرانية وايران اصلا الوقت بتعاني من مشكلة المظاهرات ودي ممكن تنتشر اكتر يعني هي طرف ضعيف حاليا وهتفقد السيطرة قريبا على العراق وانفقدت سيطرتها على العراق اللي انا قلت لك مئة مرة العراق بالنسبة لايران حياء وموت لانها لو فقدت السيطرة على العراق هتفقد السيطرة على سوريا ولبنان مباشرة ولو فقدت السيطرة على العراق وسوريا ولبنان مش هتلاقي اي خدمات تقدمها للروس والروس هيلاقوا ملهاش اي فايدة وبالتالي هتروح لمزبلة التاريخ ممكن ما تتفككش بس ممكن يعني يتصرفوا معاها بانهم يقلصوا البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي بتاعها وتبقى بقى دولة عادية مثلا كده ايه ملهاش اي تأثير في المنطقة والموضوع ينتهي عند هذا الحد طيب ايه هي الكارثة الثانية بتواجه الامريكان الكارثة الثانية التي تواجه الامريكان الان هي الشي جين جاي عايز يعملوا في السعودية وهو باختصار جاي عايز يوسع العلاقات التجارية وعايز يقدم حماية للسعودية والخليج ويحل محل الامريكان هناك وبالطريقة دي هيبدأ ان هو يتحكم في البترول مش بالقوة العسكرية ولكن بالقوة الاقتصادية وانتوا عارفين ان اوبك رفضت ان هي ترفع انتاج البترول والقصة دي حكيتها لكم من شهرين يعني الامور واضح جدا ان هي بتنفلت من يد الامريكان الموضوع ماشي في هذا الاتجاه حقيقة وماشي بقوة في هذا الاتجاه بسبب العنجهية الامريكية وبسبب العنجهية الغربية بتاع دول اوروبا اللي هم مش عايزين ان هم يعني يخضعوا للشروط التركية طب ايه دخل تركيا في الموضوع ما هي تركيا تقدر ان هي تضغط على روسيا لان هي بتحبس روسيا في الممرات المائية سواء البسفور او الدردانيل يعني تركيا لو عايزة تغضر بالروس هتغضر به غادر كبير جدا لكن لو غادروا بالروس الموضوع ده ممكن يشعل حرب عالمية تلتة يعني روسيا كمان مش هتسكت وهتشعر ان هي يعني بتنتهي وبتفنى وكلا لكن ممكن بالتفاهم انه روسيا وتركيا والصين يتفاهموا انه ما يكونش فيه نفوذ عسكري في المناطق دي خالص ليهم وممكن يتفاهموا انه هو الفصل التجارة او الفصل الاقتصاد عن الضغوط العسكرية والحربية وضمان خطوط الامداد التجارية وعدم عرقلتها وعدم الضغط التجاري طيب في المقابل روسيا والصين هيكسبوا ايه اللي هتكسب كثير روسيا المقابل ان روسيا سوف يتوقف عليها حرب البترول اللي هو شغال عليها من عشرات السنين يعني من زمان من زمان او يمكن خمسين سنة مثلا انه حرب البترول شغال على الروس طيب ده مكسب في حد ذاته رهيب جدا وهيخليها تتعدل اقتصاديا وهتوافق عليها على الاقل تقولك خليني العشر سنوات الجاية اعمل فلوس كويسة عشان استعد لي المعارك بعد كده هتفكر بهذه العقلية مش هتفكر بقى ان هي تعيش مفيش مملكة بتفكر ان هي تعقد معاهدة وتعيش بعد كده بسلام انما بتعقد معاهدة عشان تكون فلوس عشان تستعد للحرب دي عقلية الممالك مشية بهذه الطريقة عبر التاريخ فهيبقى مكسب جامد جدا للروس ان هم تتوقف عليهم الحرب البترولية واموالهم اللي تم تجمدها عند الغرب ترجع يعني هيشترطوا كمان هم مهمش ضعفاء وهيشترطوا شروط جامدة والغرب ما قدموش الغرب ما قدموش غير ان هو يركع الوقت ده يعني ده يعني مسألة الوقت يعني بديهية طيب كمان الاتراك هيقول لك اه انا عشان اتدخل في الموضوع ده انت ملغم الدنيا اصلا هنا وخارب الدنيا انت هيقول الامريكان كده هيقول لهم انتوا اللي جيتوا العراق وايران واتفقتوا مع ايران في العراق ما انا قلت لك من الاول ان العراق اصلا الروس دفعوا الايرانيين عشان يحربوا صدام ويغزوا العراق وبعد كده ان نجحوا يغزوا الكويت وان نجحوا يغزوا السعرية لان الروس كانوا يعانوا من حرب البترول في هذا التوقيت والخليج مش راضي انه هو يوقف حرب البترول بامر امريكي طبعا وامريكا كانت بتضرب البترول الروسي بالبترول الخليجي ومنزل الاسعار في الارض ومحوشة بترولها هي في اراضيها ما بتطلعش منه حاجة ده كان الوضع اللي امريكا كانت بتعمله في هذا التوقيت وكمال الامريكان شجعوا بوتين ان هو يخش سوريا وبوتين كان طمعان في سوريا وعايز موطق قدم على شط البحر المتوسط في الشرق وبعد كده كانوا الامريكان بيقولك خليه يخش يقتل ويدبح ويخمد السورة وكده وبعد كده ما يخلص الامور دي كلها نعمل عليه ناتو عربي او نضربوا بالسواريخ الطومهوك ونطلعوا بالقوة من سوريا ويطلعوا امتى بقى؟ يطلعوا من سوريا بعد ما تم تهجير الشعب السوري وتم قتل الكثير منه وبعد كده تبقى سوريا فضية زي ما هي فضية الوقتي تلاقي سوريا الوقتي اللجوة ما يكملوش ربع الشعب مثلا او كده وتلاقي ثلاثة اربع الشعب ومهجرين يا في الداخل يا في الخارج فالامريكان كانوا عايزين يعملوا في بوتين المقلب ده وبعد كده يخشوا يطلعوا بوتين عسكريا ويقولوا له انت مجرم وانت عملت في الناس مش عارف ايه وانت دبحت وقتلت وعملت ودي حقيقة بس هم اللي جايبين واصلا هم اللي اغروا بالاحرى انه هو ممكن ياخد يعني سوريا بهذه الطريقة لو كانت الامريكان نجحت في ازاحة بوتين من سوريا كانت النتيجة الطبيعية اللي هتحصل انه هم هيدوا الارض الفضية لاسرائيل عشان تتمدد عليها ما كانوش هيرجعوا الشعب السوري بطبيعة الحال الخلاصة ان تركيا هتشرط على الامريكان والغرب بتقولهم انتو جبتوا ايران واتطلعوها وانتو جبتوا بوتين وبرضو تمشوه هقولهم احنا مش قادرين نمشي بوتين هقولهم الموضوع بسيط انتو تدعموا المعارضة السورية وتسيبوكم من دعم الميليشيات الكردية وتسيبوكم من دعم الارهاب والكلام دوت وبعد كده لو دعمتوا المعارضة السورية يعني تركيا هتقول الامريكان انا ما قدرش هدعم المعارضة السورية بقوة الا في حدود التلاتين كيلو متر المتفق عليهم في سوتشي لكن هتقول الامريكان انتو بقى تدعموهم منكم للمعارضة السورية انا ما ليش دعوة ومش عايزها مشاكل مع الروس وخلوا المعارضة السورية ايه تعمل اكتياح على كل سوريا واتفقوا معاهم وبعد كده تنتزعوا سوريا كلها من بشار الاسد لكن مش هتاخدوها ومش هتدوا الارض الاسرائيل تتمدد عليه انما المعارضة السورية هي اللي هتحكم وبعد كده تعملوا معاهم اتفاقيات واتفاقيات قواعد عسكرية وتقدروا تزبطوا الامور غير كده هم هيروحوا لبوتين وطبعا مش عايزة خشي بقى كتير في الموضوع ده لاننا الحديث عن شيجين فالخلاصة امريكا مش هتسمح بسيطرة روسيا والصين واران على الخليج باي تمن حتى لو قامت حرب عالمية لانه لو سمحت لهم من غير حرب عالمية هيتجهزوا وبعد ما يجهزوا هم اللي هيعملوا حرب عالمية وهيعملوا حروب اقتصادية خانقة وامريكا هتعرف ان حلفائها في المستقبل هيتخلوا عنها واحد ورد تاني هيقولوا الامريكا انتم مش قادرين تحمونا اصلا والصين بتحمينا وانتم مش قادرين تدعمونا والصين بتدعمنا وانتم تاريخكم اسود ومهبب معانا ايه لا يخلينا نحتفظ بيكم وكده فده ده الصراع اللي هو ايه اللي هو شغال وده الصراع الخفي انا اعتقد ان امريكا سوف تتحرك بسرعة وبقوة لان الموضوع فيه خطورة الموضوع مش سهل هيبقى بقى الموضوع هم مولاد سعود هيلعبوا بالنار ولا هيلعبوا على المضمون يعني ايه يعني اولاد سعود ممكن يلعبوا النار ويتمردوا حتى لو امريكا قالت لهم التحالف مع الاتراك وكده يقول لهم روحوا انتو والاتراك روحوا بلط البحر احنا مع الصين وروسيا ممكن يدخلوا من هذا القطاع ولو عملوا كده يا ابو الابطال تعرف ان مصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب وتونس ومروك اسمي دي مورتانيا هتعرف كل الدول دية هتبدأ تعمل غزو على الخليج وهتبدأ تعمل غزو على السعودية لان امريكا هتسخنهم وهتقول لهم انتو مسلمين زيكم زي دول هتجيب فتنة وهما اسدزة وعمالقة في الفتنة هتسخنهم هتقول لهم انتو مسلمين زيكم زي دول وانتو اللي حميونهم اصلا من اسرائيل وانتو الوقتي ايه اللي يسكتكم عليهم وانتو ممكن تعملوا غزو على السعودية وتقدروا تعملوا غزو على الخليج كله وانتو الاقوى وايه مش عارفين ويطلع لك شوات مشايق ضلال بقى يتكلموا هنا وهناك وكده ويسخنوا الناس ويغدوا قرار الحرب فابن سلمان لازم يحط في دماغه ان هو يعني يمشي على الاضمن ويعيش له كمان كم سنة احسن ما ياخد المجازفة ويظن ان الصين هتحميه ويظن ان الصين هتقدر يعني ان هي تحل محل الامريكان والكلام ده انا اعتقد ممكن يفكر بهذه الطريقة على فكرة لان انا قلت لكم عنه ان هو نزق نزق يعني ايه يعني مش طيق نفسه يعني مغرور ومتكبر ومش خايف ولا يدرك عاقبة الامور يعني فيه عيوب كتير النازق دوت فالخلاصة الولد ده لو ان هو فكر بالطريقة دي ممكن يتسبب في انهيار المنطقة كلها وفي انه ممكن نوصل بقى الى يعني امور لا تحمد عخباها في الاخر وبدل ما احنا متوقعين يعني راخاء للشعوب العربية في 3-4 سنوات اللي جايين تلاقي الموضوع دخل في حروب شبهة اهلية ممكن تقعد لها 10-20 سنة كمان ان شاء الله ربنا يلطف ويصلح الحال والاحوال وابن سلمان مايفكرش في ان الصين هتحميه الصين مش عايزة مننا غير ان انت تحارب لها الامريكان بالطاقة والبترول وبعد كده هتكبك بس طبعا بقى هيخش بقى في معادلات الله اعلم اكيد طبعا هيلاقي ناصح الولد دوت يعني هو علاقته تحسنت بتركيا فالاطراق هينصحوه والامريكان هينصحوا الاطراق بما ينصحوه والاطراق مش هيقدموله النصائح غير فعلا النصائح فيها يعني فيها مصلحة الاسلام والمسلمين لكن الود ده ممكن يتبع الهوى برضو ممكن يقولك اه صح ده الكلام ده بس ده معناها اننا بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين ممكن المملكة كلها تنفلت من ايدي وكده لا خلينا نروح مع الصين فيفكر بالطريقة دي يقولك خلينا نروح مع الصين والمملكة بتاعتي تقعد بقى مدى الحياة وتقعد لولادي من بعدي معه الصينيين كمان هيسمم افكاره ولما بيكون واحد غبي ايه اللي بيحصل واحد بيقدم له نصائح مقنعة عليها ادلة منطقية والتاني بيقدم له نصائح فيها اهواء وشهوات فيسيب المنطق ويتبع الشهوات وده يعني توقعه من الاب والبغل والسلام عليكم